بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء الطلاب والطالبات أهلا وسهلا بكم في مادة اللياقة والثقافة الصحية للمرحلة الثانوية الفصل الدراسي الأول المسار العام سوف نتحدث في درسنا هذا عن برنامج اللياقة البدنية الشخصي محدثكم الأستاذ عبدالله بن محمد البقمي فأهلا وسهلا بكم في درسنا لهذا اليوم فكرتنا الرئيسية لهذا الدرس تصميم برنامج ممارسة النشاط البدني المناسب لتنمية عناصر اللياقة البدنية المستهدفة وسوف تستطيع عزيزي الطالب والطالبة بنهاية الدرس أن أولا تصمم برنامج تدريب بدني شخصي لتطوير عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة وتحدد معوقات تطبيق برنامج التدريب الشخصي لتطوير عناصر اللياقة البدنية المستهدفة وسبل تجاوزها وتطبق الأنشطة البدنية التي يتضمنها برنامج التدريب الشخصي اسبوعيا لتطوير عناصر اللياقة البدنية المستهدفة بداية تصميم برنامج شخصي لتنمية عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة تعرف وصفة التمرين بأنها تصميم برنامج تمارين فردي فعال متضمنا التكرار والشدة والزمن ونوع النشاط لتطوير أو الحفاظ على اللياقة البدنية تجتمل خطوات تصميم البرنامج الشخصي في اللياقة البدنية على أربع خطوات رئيسية أولا تحديد الأهداف واختيار الأنشطة البدنية ووضع جدول زمني لأنشطة اللياقة الأسبوعي ومتابعة الأنشطة من خلال سجل الإنجاز وفيما يلي استعراض هذه الخطوات بالتفصيل إذن عزيزي الطالب والطالبة عندما ترغب في وضع برنامج شخصي لتنمية عناصر اللياقة البدنية هناك عدة خطوات وهناك عدة أهداف أيضا لذلك البرنامج ومن ضمنها ما سوف نذكره في درسنا لهذا اليوم وتتضمن أيضا أن يجب أن يكون هناك تكرار وشدة والزمن أيضا واختيار نوع الأنشطة وسوف نذكرها لكم بالتفصيل أول هذه الخطوات تحديد الأهداف الخطوة الأولى والأكثر أهمية في تصميم برنامج شخصي لتنمية اللياقة البدنية هي تحديد أهداف البرنامج ويراعى في تحديد الأهداف أن تكون واضحة ومحددة للإنجاز وهذا سيساعدك في التركيز على ما تتوقع أن تحققه وفي تحديد أولوياتك وستعزز حافزك للنجاح ويمكن أن تكون الأهداف قصيرة أو متوسطة وطويلة المدى ويمكنك عند تحديد أهدافك مراعاة سمات الهدف الجيد التالية إذن أولى هذه الخطوات هو تحديد الأهداف أي برنامج رياضي هناك أهداف لديك يجب أن تكون تلك الأهداف واضحة ومحددة مسبقا لكي يتم عمل البرنامج الشخصي في ضوء تلك الأهداف إذن نتكلم عن هذه الأهداف أولا أهداف قصيرة المدى ضع أهداف قصيرة المدى أولا فهي أهداف واقعية يمكن تحقيقها خلال شهرين إلى ستة أشهر من بدء البرنامج ويفيد تحقيقك للأهداف قصيرة المدى في تحفيزك على تحقيق الأهداف المستقبلية ثانيا هناك أهداف متوسطة وطويلة المدى حدد أهداف متوسطة وطويلة المدى بالإضافة إلى الأهداف قصيرة المدى وعادة ما يكون للأهداف المتوسطة إطار زمني من ستة إلى ثنع عشر شهر ويمكن أن يتراوح الإطار الزمني لتحقيق الأهداف طويلة المدى من سنة إلى سنتين وما بعدها أيضا من الأهداف هناك أهداف قابلة للقياس من المهم أن تجعل أهدافك محددة وقابلة للقياس وهذا سيساعدك في تحديد موعد وصولك إليها فعلى سبيل المثال تحديد هدف إنقاص الوزن بمقدار واحد كيلو جرام في غضون أسبوعين هذا هو هدف قابل للقياس أيضا من الأهداف هناك أهداف واقعية ضع هدفا مناسبا لقدراتك فلا يكون أعلى كثيرا من قدراتك فيصعب تحقيقه ولا يكون أقل كثيرا منها فتحبط ولكن احرص أن يكون أعلى قليلا منها ويمثل تحديا يحفزك لتحقيقه إذن عندما نتحدث عن تلك الأهداف يجب أن يكون لديك عدة أهداف أولها كما ذكرنا أهداف قصيرة المدى ويمكن تحقيق تلك الأهداف من خلال شهرين إلى ستة أشهر وهناك أيضا أهداف متوسطة وطويلة المدى ويمكن تحقيق تلك النتائج والأهداف من خلال ستة إلى اثنى عشر شهر وهناك أهداف قابلة للقياس وأهداف واقعية فيجب أن تكون الأهداف مناسبة لقدراتك وإمكانياتك فلا يجب أن يكون الهدف صعبا تحقيقه وبذلك يحطمك لممارسة النشاط البدني نأتي عزيزي الطالب والطالبة لاختيار الأنشطة بعد تحديد أهداف برنامج اللياقة البدنية الشخصية الخاصة بك فإن الخطوة التالية هي اختيار الأنشطة والتمارين التي تؤدي إلى تنمية عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة وتشمل اللياقة القلبية التنفسية ويمكن تنميتها من خلال النشاط المستمر ويتضمن مجموعات العضلات الكبيرة مثل المشي أو الركض أو ركوب الدرجات أو السباحة أيضا من اختيار الأنشطة القوة العضلية والتحمل العضلي والتي يتم تنميتها من خلال زيادة الثقل الذي تقاومه العضلات تدريجيا وصولا إلى تنمية التحمل العضلي من اختيار الأنشطة أيضا المرونة ويتم تطويرها من خلال تمارين شد العضلات والأوتار بما يتجاوز أطوالها الطبيعية وتسمى بتمارين الإطالة الثابتة ويتم تحديد شدة الإطالة من خلال درجة التوتر التي يشعر بها الفرد أثناء الإطالة تركيب الجسم الذي يمثل نسبة الدهون إلى الأنسجة غير الدهنية في الجسم ويتم تنميته من خلال تقليل الدهون في الجسم وذلك عن طريق اتباع أسلوب حياة يتضمن نظام غذائي معقولا والانتظام في ممارسة النشاط البدني والتدريب لتنمية كل عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة كما ذكرنا لكم سابقا أن اختيار الأنشطة هي جزء مهم من برنامجك الشخصي لإمكانية تحقيق الأهداف وكما تشاهدون من الأنشطة اللياقة القلبية التنفسية والقوة العضلية والتحمل العضلي والمرونة وتركيب الجسم هناك عدة عوامل توضع في الاعتبار عند اختيار تلك الأنشطة ضعف اعتبارك عزيزي الطالب والطالبة عند اختيارك للأنشطة العوامل الآتية أن تكون أنشطة المشاركة والاستمتاع اختر الأنشطة التي تشارك فيها حاليا وتستمتع بها ويمكنك تعديل أنشطتك الحالية لتناسب برنامج اللياقة الخاص بك مهارتك الحالية هو مستوى لياقتك بعض الرياضات والأنشطة تتطلب مستوى معينا من المهارة للحصول على مزايا اللياقة البدنية وإن لم يكن لديك هذه المهارة فإن من المحتمل أن لا تكون قادرا على تحقيق الفائدة المرجوة منها هناك عدة عوامل يجب أن تضعها في الاعتبار عند وضع برنامج خاص بك يجب أن تكون من العوامل المهمة أنشطة المشاركة والاستماع أنك تشارك برنامجك الرياضي مع الزملاء أو الأقران وأن تكون متوافقة مع قدراتك الحالية أيضا الوقت والراحة يمكنك أن تحافظ على برنامج تمرين طويل الأبد إذا كان بإمكانك بسهولة أن تجعل النشاط البدني والتمارين جزءا من برنامجك اليومي التكلفة تتطلب بعض الرياضات والأنشطة أدوات أو رسوم اشتراك أو عضوية فإذا كانت إمكانياتك المادية لا تمكنك من ذلك فاقتصر في اختياراتك على الأنشطة المجانية أو الغير مكلفة نتكلم عن الجزئية هذه التكلفة هي جزء مهم بعض البرامج الخاصة بك تحتاج أندية رياضية وتحتاج رسوم إذا لم يكن لديك القدرة المادية فبإمكانك أن تمارس الأنشطة خارج الأندية الرياضية سواء في الحي أو في المراكز المخصصة المجانية خارج الأندية الرياضية الحالة الصحية الخاصة إذا كانت لديك مشكلة صحية معينة فاختر الأنشطة التي تتوافق مع احتياجاتك وتعزز قدرتك على التأقلم واستشر طبيبك في الأنشطة المناسبة لحالتك الصحية التخطيط لبرنامج نشاطك الأسبوعي تتمثل هذه الخطوة في التخطيط لوضع جدول زمني لأنشطة اللياقة الأسبوعية الخاص بك عن طريق تحديد مقدار الوقت والطاقة الذين ستخصصهما لكل عنصر من عناصر برنامجك ويجب أن تضع في اعتبارك أيضا مبادئ التدريب وهي التكرار والشدة والزمن ونوع النشاط ولتحسين اللياقة القلبية التنفسية يوصى بأن تكون ممارسة التمارين الهوائية متوسطة الشدة التي تتضمن العضلات الكبيرة مثل المشي السريع أو الركض لمدة من 120 دقيقة إلى 150 في الأسبوع لتحقيق الفوائد الصحية للقلب والجهاز التنفسي ولتحسين القوة العضلية والتحمل العضلي يوصى بتدريب القوة يومين على الأقل غير متتاليين في الأسبوع وأن يتضمن برنامج تدريب القوة العضلية العامة لللياقة البدنية مجموعة واحدة أو أكثر من 8 إلى 10 تمارين تعمل على جميع مجموعات العضلات الرئيسية وتتكرر من 8 إلى 12 تكرار ولتحسين المرونة تؤدى تمارين الإطالة على الأقل يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع وستكون أكثر فاعلية إذا تم آداؤها يومياً كما يجب أن تعمل تمارين الإطالة على جميع مجموعات العضلات الرئيسية ويتم تمارين الإطالة بالشد إلى درجة التوتر الطفيف والثبات لمدة من 10 إلى 30 ثانية والتكرار أيضاً من تمارينين إلى أربع لكل تمارين سجل التقدم أو الإنجاز الخطوة الأخيرة في تصميم برنامجك الشخصي لتنمية اللياقة البدنية هي إنشاء سجل تقدم أو إنجاز يتضمن تتبعاً لأنشطتك أو لأنشطة تدريبك الأسبوعية والإنجازات التي حققتها وهذا سيساعد في تحفيزك على مواصلة برنامج ولمراقبة التقدم العام في برنامجك الشخصي لتنمية اللياقة البدنية يمكنك إعادة تقويم لياقتك كل ثلاثة أشهر أو نحو ذلك خلال مرحلة سير برنامجك وتأكد عند مقارنة نتائج التقويم استخدام الاختبار نفسه في القياس وفي إعادة القياس لإعطاء نتائج دقيقة سجل التقدم أو الإنجاز هو الخطوة الأخيرة في برنامجك حتى تعرف مدى وصولك وتحقيقك للأهداف وبناء على هذا السجل من خلال متابعة سير تدريبك بإمكانك أن تقيس البرامج الأخرى من خلال هذا السجل إذن عزيزي الطالب في نهاية درسنا لهذا اليوم ماذا تعلمت؟ تعلمنا لكي تصمم برنامجك الشخصي لتنمية اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة عليك اتباع الخطوات اللازمة لتصميم البرنامج والتي تتمثل في أربع خطوات متتابعة وأيضا تعلمنا في درسنا لهذا اليوم أنه عند تحديد أهدافك عليك أن تراعي بعض النقاط المهمة وهي أن تتضمن أهدافا قصيرة المدى يمكن تحقيقها خلال شهرين إلى ستة أشهر وأهدافا متوسطة وطويلة المدى ضعف اعتبارك عند اختيارك للأنشطة أن تكون ممتعة لك وأن تكون مناسبة لمستوى لياقتك ووقتك المتاح وأن لا تتطلب أدوات أو رسوم اشتراك أو عضوية عالية التكاليف إذن ذكرنا لكم مجملا أنه عند تحقيق الأهداف أو عند تحديد أهدافك يجب أن تكون هناك أهداف قصيرة المدى وأهداف متوسطة أو طويلة المدى كما ذكرنا أن أهداف قصيرة المدى يمكن تحقيق النتائج من خلال شهرين إلى ستة أشهر والأهداف المتوسطة وطويلة المدى يمكن تحقيق النتائج من خلال 6 إلى 12 شهر وأن تكون أيضا عند اختيارك للأنشطة أن تكون ممتعة لك ومناسبة لقدراتك وإمكانياتك وأن تتجنب الأندية التي يكون بها رسوم وليست لديك القدرة على الاشتراك في الأندية أن تمارس الأنشطة البدنية خارج تلك الأندية سواء في الحي أو في أي مكان آخر مناسب لك نشاط منزلي عزيزي الطالب والطالبة اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي واحد الخطوة الأولى والأكثر أهمية في وضع خطة اللياقة البدنية الشخصية لديك أربع إجابات ثانيا كم دقيقة من التمارين في الأسبوع ستتحقق معظم الفوائد الصحية لديك أربع إجابات ثالثا ينبغي ممارسة التمارين لتحسين القوة العضلية لمدة لديك أربع إجابات رابعا يجب عمل تمرينات الإطالة كحد أدنى على الأقل أربع إجابات هنا عزيزي الطالب والطالبة ثم أعرض إجاباتك على معلمك في المدرسة ختاما عزيزي الطالب والطالبة أشكركم على حسن استماعكم في درسنا لهذا اليوم ونلتقي بكم في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر